ده أنا النهار ده كمان يعني مش هنقدر نفوت 30 يناير ونخليه عدي من غير ما نتكلم عن ذكرى بطل من أبطال الظل اللي كشف عنها واحد من أجمل مسلسلات اللي اتعاملت من يمكن ملفات المخابرات المصرية سؤور مصر يمكن في الأساس هو بطل أدى خدمة جليلة جدا لمصر المدة زادت عن 20 سنة منهم 18 سنة داخل تل أبيب وفر معلومات عظيمة جدا وجعت إسرائيل لحد دلوقتي والحد دلوقتي ما بين الإعلان عنها وإنها الداري وتعلن والداري لأنها كانت ضربة قاسمة وكان البطل المصري رفعة الجمال رفعة الجمال اللي كلنا تابعناها في مسلسل رقفة الهجان هو رفعة عالي سليمان الجمال ديفيد شال سامحون اللي قام بدوره الممثل العظيم محمود عبدالعزيز واللي كشف عن واحدة من بطولات مخابراتنا المصرية التي لم تكشف كل أوراقها حتى الآن وكان معروف في إسرائيل باسم جاك بيتون ده قدم لبلدنا خدمات جليلة جدا بعد ما كان متبهدل في مصر وشاب تايه وضايع المخابرات المصرية نجحت على أيدي السيد عبدالمحسن فائق والسيد محمد نسيم قلب الأسد اللي قدروا يخلقوا منه يصحوا عنده الوطنية وحب هذا البلد فراحت زرع جوه إسرائيل وتحمل حاجات كتير وساعدنا جدا في انتصارات أكتوبر وحاولت إسرائيل أن تموه وتقولوا أنه كان عاملنا لكن فشلوا تماما رفعة الجمال ابنه دمياط رجع هنا تاني وعاش في مصر وعاش زوجته أولاده النهاردة 32 سنة على وفاته من 30 يناير 82 39 سنة عائلته النهاردة كانت بتطالب أن يكون هناك شارع باسم رفعة الجمال وليه لأ ده يبقى شارع ومدرسة ومحطة مترو أبطالنا اللي شرفونا أبناء المخابرات المصرية اللي خدموا هذا الوطن يستحقوا كل تكريم ونحن نذكر من أحب هذا البلد وأعطاه ألف رحمة ونور عليك يا رفعة يا جمال وألف تحية للسقور أبطال الزل في المخابرات العامة المصرية حربهم ما بتنتهيش حافظين هذا البلد أيمين بأدوار عظيم ربنا ويفقهم جميعا لخدمة مصر صحيح خلي اسمه على كل مكان ولادنا تعرف وتتعلم مين هم أبطال مصر يبقى عندنا قدوة أكتر من قدوة اللي يحمي مصر في الضل بطل زي اللي بيحمي مصر في العالم دلوقتي خلينا نشوف اللي حصل من مبارح للنهاردة في القاهرة وأحدثها ونركع نبتدي معكم نقول لكم إحنا عندنا إيه النهاردة اخترناها عشان ننقشوا في حديث القاهرة اشتركوا في القناة